السلام عليكم جاتلي في العينة مع ايانا بتشاهدين خشونة الرجبة قالتلي انها خادت حقنة في رجبتها متحسنتش في حن صحبتها بتشيكي من نفس الاعراض وخادت حقنة في رجبتها وتحسنت يا طرى ايه السبب؟ عايزين في الفيديو ده وتنعرأ ايه هي انواع الحقنة اللي بتحيني في الرجبة ومين يا طرى اللي بيحق للحقن ديت وهلها تحتاج مريضة حجز في المستشفى عشان يتحيني للحقن ديت ولا ممكن يخدها في العيادة تابعوا معنا حقن الرجبة متخرجش عن ثلاثة انواع هم اشهر حاجة بتستخدم حاليا لا اما حقن الكورتيزون لا اما حقن الزيتية اللي هي الهيرونيك أسن لا اما حقن البلازمة الغنية بالصفاقة الدمونة اول حقنة الكورتيزون دي تقبارة زي ما كلنا عارفين هو مضاد قوي للالتهابات فده بيساعد عن تقليل الالم وميزتها ان بيكون تأثيرها سريع لكن ما ينصحش ان يقرر حقنها كذا مرة وفي دراسات حديثة اثبتت ان الكورتيزون دوت ممكن يأثر على الغضروف المبطن لسطح المفصل ويساعد على التأكله وتسريع الخشونة تاني نوع هو النوع هو الحقن الزيتية او الهيرونيك أسد هي عبارة عن ايه هي عبارة عن مادة زيتية بتكون اصلا موجودة طبيعي في الجسم بس مع الخشونة بتقل فكرتها ببساطة ان هي بتعمل تليين لمفصل الرب احنا زي ما احنا قلنا قبل كده مشكلة الخشونة هو ان النوع السطح المفصل النعم ده بيتم فيه التأكل انا بحط زيت بحيث يبقى مادة لازجة يساعد على ان يحصل حركة بدون الام طيب الحقن الزيتية ليه المريضة اللي جاتلي في الاول قلتلي انها ما تحسنتش في حين صاحبتها اللي خلات الحقن دي تحسنت لان دوت بيرجع على درجة الخشونة الحقن ديت بتكون تأثيرها كويس في الدرجات البسيطة للخشونة لكن في الدرجات المتقدمة غالبا ما بتحسنش المريض ما بيكونش لها تأثير طيب فيه معلومة تانية برضو لعيني بيقولك انا خدتها بس بعد كده اضطريت ان انا اقررها احنا زي ما احنا قلنا الحقن ديت حقن زيتية فهي زي اي زيت اللي زوجة بتاعتها بتقلم على الوقت فالطبيعي ان الحقن ديت بيفضل تأثيرها بيستمر لمدة من 8-12 شهر وبنحتاج نكررها مرة تانية الحقن ديت في منها انواع على حسب درجة اللي زوجة بتاعتها فيه حقن بيحقنها مرة واحدة بس وفيه حقن بيحتاج نحقنها مرتين او ثلاث النوع التالت معانا وهو حقن البلازمة الغنية بالصفائح الدموية فكرة الحقن دي باختصار ان احنا بنقوم باخذ عينا من المريض حوالي 20 او 30 سنتي بيكون عندنا جهاز طرد مركزي بيقوم بفصل الخلايا وبيطلع علينا حوالي 3 او 4 سنتي دي بتكون عبارة عن بلازمة غنية بالصفائح الدموية وبرضه بتساعد على اكتذاب الخلايا الجزعية الخلايا الجزعية دي عبارة عن خلايا بدائية بتتطور بعد كده الخلايا عاصمية او خلايا غضروفية فبتساعد في تحسين الخشون مين اللي بيقوم بحقن الحقن ديت؟ لازم دكتور اعظام هو اللي يقوم بحقن الحقن ديت والافضل ان يكون حد متخصص في اصابات الربع طيب هل بتحتاج ان المريض تحجز في المستشفى؟ لا غالبا الحقن دي كلها ممكن تتم فلايات الخارجية باستخدام بنج موضعي ومتعقيم كويس لمكان الحقن طيب هل يطرى بحتاج جهاز اشعة او جهاز سونار؟ لا برضه ما بحتاجش حاجة زي كده لان ميزة مفصل القجبة انه مفصل سطحي وسهل قوي ان انت تحقن فيه عكس مفصل الحقن واخيرا لا ينصح بالحقن ديت زي ما احنا قلنا في الخشونة المتقدمة او العين اللي وزنه زيادة او العين اللي عنده تقوص شديد في الصاقين ارجو ان انتوا تكون استفدتم من المعلومات في الفيديو دوت وانا تمنى لكم صحة وعافية شكرا